وصل نجم مسرح مصر أشرف عبد الباقي لجدة وهذه المرة عشان يعلن عن انطلاق مسرح السعودية ومثل ما ساهم بإطلاق عدد من نجوم الكوميديا في مصر هذه المرة جاء دور المواهب السعودية الممثلين رح يكونوا بنات وشباب وأشرفوه اللي اختاروا بالكاستنج دربوا لمدة أربعة شهر وبهالوقت كان المسرح عم يتحضر بجدة وصار جاهز لبدء العروض وقدم الجمهور السعودي متحمس جداً للعروض وللفكرة التيكتس لأول تسع عروض كانت sold out وقبل انطلاق العروض رسمياً عمل الفريق soft launching للميديا هنواكب بإذن الله الحالة الإعلامية الجديدة الموجودة بالسعودية ونحط كل خبراتنا لأجل نعمل حالة مسخحية بإذن الله تكون ناجحة والمفاجأة كانت الإقبال الكبير من المواهب خلال مرحلة الكاستنج وكان مفروض يختاروا بس عشرين ممثل اللي يكونوا نجوم هالعمل لا ما شاء الله بجد كانوا كلهم مفاجأة بالنسبة لي ليه؟ أما تقدم فوق الألف مثلاً ها إحنا ما اخترناش عشرين اخترنا خمسين مش قادر اخترقل من كده يعني وشايف حتى في الناس اللي احنا ما اخترناهم مش كتير مواهب بس أكتر من خمسين هنروح بيهم فين يعني وهالخمسين موهبة رح ينقسموا على مصرحيتين دنيا الألعاب وممنوع دخول السيدات ورح يتعرف عليهم الجمهور بالعروض اللي رح تصير على مصرح النادي الثقافي الأدبي بجدة ورح يتندل هدفنا الأساسي للناس تتحق وتتبسط من غير الاستسهال نقدر نحكي عن مشاكل المجتمع بإطار كوميدي وبإطار أنه نكون مشوقين